أهلا بكم في نعكشة بودكاست أكتر حاجة العرب أصروا فيها في قضية فلسطين كانت السردية البديلة كلنا عارفين أن الكيان المحتل كان هدفه الأساسي هو أن يبيع القصة بتاعته والحكاية بتاعته لأوروبا والأمريكا أقصد هنا الشعور كده كده احنا عارفين أن الحكومات بسبب اختراقات الكيان ده لكل الحكومات الأوروبية والأمريكية ووجود اللوبي بتاعهم هناك بقوة شديدة فده خلالهم أن هما يسيطروا على الحكومات وعلى القرارات في مجالس الشعب عندهم لكن ده ما كانش كافي بالنسبة لهم هما برضه يحبوا يبانوا الكاتاكيت الكيوت واللي لازم انت تعاطف معهم حتى وهم بيضربوا قنابل ومتفجرات فكان اهتمامه الأساسي بحددتهم بقصتهم وكلكم تقدروا تراجعوا الموضوع ده في حلقة الدحيح الأخيرة عن فلسطين واللي قدر أنه هو يشرح الموضوع من الألف إلى الياء لكن كلنا كدول عربية وهنا بتكلم حتى مش عن الحكومات أو عن أي شيء أنا هنا حتى بتكلم عن مفكرين وعن ناس كان المفروض أنه هي لها أصواتها الموجودة أو على قليلها فكرة المختلف واللي احنا بنتهم حكومتنا العربية أنه هي إيديها مكبلة لكن كناس متحقفين وناس ليهم رؤى كبيرة جدا كان لازم يعرفهم أن كان لازم يكون فيه سردية بديلة مضادة للسردية بتاعة الأخوة البعدة وده لأن عشان خاطر تقدر تقف قدام حد لازم يكون عندك حكاية مضادة لحكايته قصة تحكيها تبدأ تدعمها وتبدأ تشتغل عليها كتير تبدأ تباعها للناس والخلال مواقفك مع الزمن ومع التاريخ واللي هم قدروا يعملوها خلال 75 سنة مش كل الناس كانت بتتعاطف معهم لكن لأنهم اختراقتهم كانت بطيئة جدا وعلى المستويات بقيدة جدا مع أنهم بيحكوا حددتهم في كل مرة وبكل الطرق الممكنة فقدروا أنهما ينتشروا ولكن كان ضعفنا الأساسي هو عدم وجود سردية نائحنا يعني إحنا مشتعلناش عليها وبالتالي ده كان السابر الرئيسي اللي اللي إحنا بنصوت دلوقتي بنقول يا جماعة إحنا بنموت فالناس تقول والله أنتوا ورهابيين يا جماعة إحنا الشعب الفلسطيني بيدافع عن نفسه بيدافع عن أرضه والله إحنا شايفين أنتم عايزين تاخدوا حق اليهود من أرضهم وده كل ده ليه؟ كل ده لأن إحنا ما دعمناش قصتنا ما كانش عندنا جانب آخر من الحدوتة ما كانش عندنا سرديتنا البديلة اللي لو كنا بدأنا أن إحنا ندعمها ونباعها للناس وفي خلال الدول اللي لسه وقفها مع القضية ويبدأوا أنه هم يتحركوا ويحكوها هم كمان كان الوضع يختلف تماما دلوقتي دلوقتي إحنا بنكسب آه في القضية بنكسب كتير لكن بنكسب بسبب الدم بسبب الأطفال اللي بيتموت آه موتهم مش ببلاش أنا عارف ولكن إحنا اتخذنا الطريق الأصعب في إثبات إننا المظلومين والأسف إن بعد فترة معينة الحاجات دي ممكن تروح لإني مش هيتأثر إلى الناس اللي فاكرة الحدث ده لكن بعد شوية هيكون الأمر صعب جدا إن احنا تاني نحكي فكل مرة نستنى بقى إنهم هم يضربونا وينموت فالناس يتعاطف معنا لا خالص إحنا لازم نلعب بنفس طريقتهم هم ينجحوا في الطريقة دي آه مش عايم إن احنا نعرف إن احنا أسرنا في النقطة دي وبلاش بقى حكاية إن انت لأ انت هتكلم مين انت يعني لازم تكون عربي وقوي وآه قادر آه دي نقطة أساسية ما فيهاش نقاش لكن عشان خطر تكون قادر إنك تدافع عن نفسك لازم تخلي العالم كله إن لم يكن معاك فإنه هو يكون واقف على الحياة وده طبعا مش حصل في الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي أتمنى أن احنا نقدر نشتغل وهنا الكلام يبقى لكل المؤسرين وكل الكتاب وكل المثقفين لازم يكون لنا السردية مديلة أساسية كبيرة ومدروسة ووحدة كمان ويبدأ إنه هي نحنا نتكلم عنها ونباحة لكل دول العالم عشان خاطر نحيدهم الأقل ما يبقى شددنا سلام سلام ترجمة نانسي قنقر